صديقاتي أصدقائي أهلا وسهلا بكم وهذا اللقاء الجديد وأسف هاي الأيام ما طلعت لأن بصراحة تم تعرفون الوضع والوضع النفسي ولأنه شي تريد تقول المهم قبل أن أجيب عن بعض الأسئلة التي تخص الملتقة وين وصلت في الأمور أكون أمور أردمر عليها من خلال الأسئلة والحاحل بعض أسئلة الطيبين وأسئلة الخبثاء أنه يقول لك أنت لي اشتركت وما تحكي عن هاي رئيس الوزراء أنا ما تحدثت عن أي من رشح هي الشموحة صارت رشحون مو بس دولة هي شي تلاتة دولة لصلت للحلق ثمينة وإي وقبلهم لأن أنا أساسا قلتها من البداية أكبر مطب هي مسألة جعل رئيس الوزراء تغييره وتسميته هدف من أهداف الثوار وأضيفت له كلمة غير جدلي غير جدلي وهي لي طبعاً محتردون على البعض الشون تحكي ويحتبروها المنجعية والآخره ماكو شغلة شخصية غير جدلية بالكون وهاي مطب مثل واحد يوديك يقول لك روح جيب هايكو مثل عدل مصريين هكلي سغير من بنها مدرب نين يعني هي ما يبيعون جغير يوديك حتى تظل تعيه من شونش شخصية جدلية يعني هو الميتين أنبياء أو أشياء عليها الجدل فهي مسألة ما معقولة تماماً وظل هذا المطب كانت المفروض تختصر بكلمة أو ضحم هم ما يخالف ولو أنا هم ضدها أنه رئيس الوزراء إلا أن يوافق عليه المتظاهرون هم هاي صعبة شغلة لم تلم المتظاهرين حقيقة هذا المطب الظالم اللي وصلنا إلى شفن شننتأمل هسا نتغيير رئيس الوزراء تسوتها المرجعية وتبنوها آخرين ووجه الله يسلم على الركاب رأساً نطلع لي أنه إحنا إخوان الصباع المدرمين وذولة خلينا نقبل بمحمد علاوي طبعاً بعدها نسحبها ونروح على الانتخابات يا بها هاي أول غدرة يا معاوة شنة بيها هاي قتل طلعت ناس هذا وذاك خليهم هاي النهاية جريس وزراء الآن بالمناسبة بالمناسبة خافوا أني يعرف أنا كل اللي إجاء وقبل رشحة ما أعرفهم عدا مصطفى الكاظمي صديقي عندي علاقة بي طيبة الرجل صح يعني ما ملتقين كثيراً بسبب هو راح للعراق وكذا بس عندنا لقاءات وعلاقات شخصية وقاعد ينالوا يا كثيراً الرجل وتواصل شان بناتنا وشكل جميل لكن هاي مسألة واحد يعني أنا أساساً أساساً أي واحد يقبل منصر تنتهي صدقتي بي وتباطل عقلي بي انتهى وأنا ما شرح عقلي وقال لكم يا هاي أساساً قبله هواي خذوا ناساً بعد ما عرفوا ما يعرفوني ما لعلقة ديهم هاي واحد الشي الثاني هذا الرجل مصطفى أنا مارد لا أمدح ولا أذم بس أنا من ما عرفت بي رجل يمشي الأمور مو مشكفت شي لذلك راح يقلهم يا جماعة راح يبدأ بطلعة جديدة إنه هو قالها أنا ما أقول شي ما أقدر عليه هاي أول برقمات إيه هو اللعبة يعني بصراعة بعدين قلهم راح يدلهم اتفضلوا رشحوا الوزراء اتفقوا بيناتكم وأنا أجي قدم القائمة بالضبط تمت الموافقة لهمية العادل عبد المهدي نانسي شي هم التفق العامري وهي مقتدوعي هالمرة انضافت لهم أمريكا تصوروا إحنا إحنا عمل أمريكا أمريكا وإيران قاءاني وأمريكا وكلها وافقت معناها اجتمع على باطل معناها شنو نجح هدف ضرب الثورة الثورة ما تنضرب هم أنذال ومخانيف واستغلوا هاي الظروف من أجل طعن الثورة الثوار عقلا العاقل وليستخدم عقله يعني إنسان الآن يقدمون الأهم على المهم حياة العراقي عد المتظاهرين أهم من أهداف الثورة لذلك يقدموا 700 حيات من أجل أن يرجع وطني يرجع العراق فلذلك نعم هم الآن مقدرين وضع الكورونا واللي هم ترى موغليلين عزم ولا عقل وما راح ينتهون وإذا كيفوا الآن فهايا محنة وتنحل وستعود الثورة أقوى لأن هالمرة يصير بيها أكو دقة لازم يدفعون ثمنها كل اللي تخافلوا اللي كانوا محصوبين على الثوار وراحوا يحلمون يصبحوا من المناصب والآن لذلك شوفوا ماكوا انتخابات مبكرة قلوا لأ السيد علاء الانتخابات ولا راح يحسبون واحد مو أخوان إحنا نريد دم شهداء نريد دم أولادنا يلا وداعتكم لا محكمة ولا راح يلزمون أحد زين هو يمكن يسوي شغلة يقلهم لا نحسب الكتل ولا نركض وراء المكتول سدوها كلها أنا أعرفها كل شي ما راح يصير المهم الأمور تمشي مثل عادل عبد المهدي ما راح نشوفه شيء مختلف أبدا هذا تقديري وهذا الهدف مو هدف وأنا منطل بديل وعندي خارطة البديل وهي الوحيدة صراحة هي التي حصلت حسابها المستقبل كله ومو بساني كاتبها لكن قلت لكم أقدمها سأقول الله خليها فعلا هستنقدمها شلون ما أدري ويمكنها ما راح أعرضها في هذا اليوم هاي نقطة هاي تخص الأحداث الصائرة لكن المتظاهرين أبطال رغم هذا الظرف أعلنوا ورفضهم فبارك الله بيهم إسباع القاع ما ينامون وأنا على ثقة أنا أبقى حي ومو بعيد هذا اليوم أشوف انتصارهم هذا أهم شيء الانتصار النهائي مستحيل ذول يباتون على ضيم مستحيل ينسون السبع مية صدقوني ونون لكنه مصلحة العراق ومصلحة حياة الإنسان ما قلت لكم الخط الأحمر هو العقل والدم الحياة لا يمكن أن يكونون سبب في موت واحد عراقي لا يمكن بارك الله بيهم وإحنا معاهم ونتمنى يظلون يواصلون وإنها محدش بعدين وياهم كثير نتعلم منهم محتاجين هم يعلمون بهذا الظرف هاي النقطة الأولى النقطة الثانية أنا جاي أتحدث وأقدم إلى الملتقى العقلي لذلك شوفونه إذا نزل بوستات لأبو العلاء المعري وهي المقولة الأخيرة اللي ناس يقول ابن الرامن دي ناس لابو العلاء المعري أكثر من سواء لابو العلاء المعري زين ما لأنه الدين إذا اختلف مع العقل وكذا يتفق فماكه داعي وإذا اختلف فمعناها ما المفروض يطاع هاي تحليل العقلي عام ما المقصود به أحد بعد طبعا كل شي ضدي أنت المشكلة من تحكي على العقل يعتبركم من أحد من تحكي على العقل معناها ضد رجال الدين من تحكي على العقل يتكتع خبزتهم من تحكي على العقل تكشف المعدهم عقل لأن هم ليش يضعون من العقل لوعدهم عقل ما طاجوا أبدا فدائما هاني أقول الله يتموني بالأحد أنا مو ملحد وأقول هاني مو ملحد يعني مخيف من أحد دائما أقول الله والبعض يقول هاشم العقابي مرة قال هاني الله ما يسكتني بار إحنا عراقيين نوبة قال أعتقد غالب الشعب الدار قال لو يجي الله ما تصير إحنا عراقيين من تقول لأ أمه اسكت ما سامعينك قال لو يجي الله ما اسكت هل هي فعلا يجي الله معناها دينت الاستحالات العراقيين عراقي لو يجي ربك ما هذا ما نقصد فيها بابا يعني كيفكم صرتوا كلكم خيرين وانتم خيركم صار مسلم اللي أنا أبوه بالوراثة كوهلكم عقيل اشتغال عايدي تكتو وهاي معلنة بكم ما رعبها عليكم بس عوفون يردون إلا أقول الله يا قاتل ومو خوش آدمي وديقتل بالناس وديجرم والحجة يا بابا مو هذا رجل متدين جودة القزويني وحزيز الجصاني إنسان ما لا أطيب الدنيا راحوا بيها يقول لك هي ما يخالفي خليه يموت خليه يروح بيها هو هو ما كل الظالمين شلال مالكي لا الخزحلي لا العامري لا مقتدى لا البرمان ولا واحد كل دولة سرقوا العراق لعمار للبرزاني للأكراد للعرب للسنة للخنجر لغيره يقول لك هل هزي يقول دولة دولة ما يخالف هذا يروح يروح الله يعوضي هو ولا ظالم انكتل دولي ظالم هاي مو الله الله أكبر من هاي سواله فالله مو هايش متعالي ليش هايش يتسون الله هذا الله مالتكم مو الله اللي عندنا مو الله ببهاتنا ومهاتنا وقلت هاني ميت مرة الله قال وارحم الراحمين تروني شي نرحم الراحمين يعني الآن هاني هاني هالزم واحد اجذب علي وابديه للشرطة وينعدم ابنه وينعدم بنته وينعدم اخوته والدنيا منهلك مثلا واجيب اديوم هو عد فلوس وانا عايز يقول اتفضل عفيتك لله اجيب منها الرحمة هما الله ارحم منها ويقول ارحم الراحمين تعرفون شو اللهم ارحم الراحمين الله محمة الله مو خوف الله مو قتل يعني اللهم اردوني اقول الله مجرم يعني شو المعقولة القاعدة وداعش يا بي ليش انت مجرون السوق مو بي برياء ما يخالف البرياء رح لتجنة يعني الله ما تدعيش ولكم الله يكتن الناس لا يعني احتجاجكم عليه لازم اقول الله انتقم وانتش ما عرفك مع الله انت قاعد ويا بحاجيك انت لقيت امك ابوك ابوك وصرت وطلعت عليهم بسكتو بسكتو كلابتش هي لا يزيك تهمك للحاد وتهمك مدري شون متمك هذا الخوف هو هذا العقل العقل للإنسان العقل العقل هذا تلقون الفيروس صار محد يستخدم عقل صحيح هاي هاي هنا الله معلي هذا يقول ان واحد طلع المختبر شاء الله وطلع هاي بعدين هاي الطبيعة هذا الكون الارض ليش يصير هزة ارضية دي قل لك هذا المسطح المائي بعد ان جفت كانت كلها مي وده تصير الزلازل والحواصف وهاي تطلع اشياء كثيرة وتطلع طفرات يعني طفرات صارت بايروس صار بطفرات ما شايفين واحد طلع بقلبين واحد يطلع براسي واحد يطلع بطرقاعة لا هي هذي خلل يصير في مكان ما يقولوا عن المعتزلة يقولوا عن الدنيا هذا لا الحد ولا العلاقة هذا تنزيه لله يرفضوه تشايف يجري وهما واحدهم لا يفرش يسنونه لا قاري لكتاب لا كل شيء يبتهم مطي حقيقي خذ لحش عليهم هالشكل ويجيك يتراحي وأنت وهذا ويتفلسف تروح الطرصة بحتها لا كاتب لحشاي لا كاتب لبقالة لا قاري لكتاب لا تسمع منه شي من خير هاي طول فيسبوك مجال قاف تشك 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 هاي الحياة العام بفلسيين بان بانشتريكم